موسيقى مساء الخير ويعطيكم العافية اليوم موضوعنا موضوع تعذيب الحيوانات عسكم الله نشوف بعد انتشار السوشيال ميديا ووجود السوشيال ميديا كثير من الفيديوهات الي يشمئز منها القلب و ضيق الخلق او يضيق الخلق منها من بعض اصحاب العقول الصغيرة التعذيب الحيوانات موجودة من زمان بس وجود هذه البرامج خلت الناس تشوف حقيقة بعض الكائنات البشرية اللي عايشة بيننا مستغرب أنا منهم افكر يعني هذا شنو داخل الخلايا العصبية المخ شنو ترمز يعني في فيديو انتشر قبل فترة عن شخص يطق قطوة طابوقة قطوة عمرها سبعين يمكن او حاطها بقفص ومولع فيها ليش حارق قطوة خاينتك مخاينتك انا ودي عرف هذول الناس شنو موضوعهم صاير لك قبل عشان توصل هالمرحلة من العنف يعني طاقينك بطابور الصباح مااخذ ابرة سكر براسك شموضوعك انت وينك الحين امش معاي نقعد مع ابو القطوة وتفتح لي قلبك بدون تعذيب مجموعة من الشباب يروحون البر طبعا البر عشان تغير الجو سواء كان مخيم او كشته او تشم هواء نقي وترتاح نفسيا لكن البعض يطلع البر يصيد ذيب ذئب البر بروحة ما عندنا كاينات ترايح صايد ذيب ش بتسوي بالذيب بتربي لا رابطة من ريلة وساحبة بالجيب ويستعرض فيه بالبر ليش رابط الذيب تبيع ترف بشنو شنو بيقول لك موجاسوس هذي مملكة الحيوانات يعني فيه نظام ماشي بينهم عشان يحافظون على البيئة انت داش بينهم ليش جد والله ليش داش بينهم يا دودة الخبز خلاص هذي نظام افتراس موجاسوس التعذيب لا دور الضب لا دور النبات اللي بالصحراء لا دور شي متصل مع بعضه البعض شي بايولوجي دام اطرقنا هك تعذيب الحيوانات وبيئتنا هي عبارة عن بيئة صحراوية خندش بفكرة ثانية مثلا الضب تلقى قاعدة بحفرة ببيتها ومرتاح طالتها بزيون وما في شيء مرة طيبة مرة واحدة يطلع لرأس آدمي داخل بيتها يصرخ الضب قام بسحب الضب طلعه بره طقب مطرقة صار وتد يعني ما يخلون حتى الواحد يعيش بحالة مرتاح ببيتها غير اللي يقول أنا بطلع صيد غير صيد بط أو طيور من رأيي أنه اللي بيصيد علشان يأكل عليه بالعافية بصيد لك ست بطات سوهم مجبو سوهم محشي سوهم مرق الليه بس في شخص يصيد 3000 بطة ليش صيد 3000 بطة ممضات طيارات لماذا يا أبا وليام تصطاد بدون لا تأكل علميا هذا نظام بيئي وأنظمة حياتية وأنظمة حياتية متصلة مع بعضها البعض وجود الكائنات هذه في البيئة يحافظ على البيئة أرد وأقول لك فتدخلك في هذه البيئة وأنك تجعل هذه الحيوانات تنقرض سيأثر فهمت شي ما أعتقد لازم يكون عندنا قانون للصيد لازم يكون عندنا محميات فيها كائنات مهددة بالانقراض نخليها تتكاثر وتعيش ما عندنا طبيعة طبيعة كلها أبناء اللي يسوي مخيم اللي يسوي كشت ما عندنا مكان يقدر يعيش فيه الكائن رح نصفع الجربوع بالأخير ما هي الكائنات التي تعيش عندكم جربوع حتى الجربوع قام يصيدونه بعد جيبش كبرى لاحق جربوع ما الذي أقول لك الموضوع اللي بتكلم عنه الأساسي أيضا هو كيف يصل الإنسان إلى مرحلة تعذيب الحيوانات وأنه يستلذ بتعذيبها أوكي أنت قال تعذبس ليش مستانس هذا وين تربى الشخصة وين عاش يعطيك مثال حي طرزان تعرفه عايش بالغابة مع الحيوانات والأمور طيبة ويحبونا ويحبهم أنت وين كنت عايش المشكلة أنه يصور الفيديو اللي هو قاعد يعدب فيه وينشره وإنه والله أنك وحش مستقوي على قطو غويب في مرة من المرات عندنا شخص شاري سهم وصايد جلب عسكم الله بالجبهة مات الجلب وهدى ليس صايد الجلب مأخر علاوتك لا هذا يقصص هذا والثاني يحرق والثاني مطرقة وهذا طابوقة يعني ممكن أنت تكون مشروع سفاح بالمستقبل يعني الإنسان الطبيعي الرحمة تكون موجودة فيه الإنسان الطبيعي أنت منزوعة الرحمة منك هل هي بالتربية هل أنت قعد تقلد أبوك هل أنت قعد المفروض يكون فيه دراسات على هذول الأشخاص يحط لهم تماثيل في أقسام معينة والناس تدرس شنو الحالة اللي وصل له هذا الإنسان تلقى يا أهل عمره 14-15 يدعم قطو بسيارته ولا يصيد جلب بسهم أو يزمطي أو يزمطي مصارع أنت مو مصارع فيه قانون يجرم تعذيب الحيوانات عندنا فيه قسم بالجهات المختصة يجرم هذا العمل ويعاقب اللي قام فيه علشان يكون عبرة ما أدري ما شفت إلى الآن يعني وطالبان الجهات المعنية أن أي شخص يعذب أي كائن حي يتم عاقبته وسجنه عشان اللي معاه أو اللي نفس نوعيته أو نفس سلالته يوقفون هذا العمل فشنو كنت بقول لك أنا اليوم ابتعد عن تعذيب الحيوانات أثنين خنحافظ على بعض الكائنات الباقية في بيتنا علشان يكون عندنا بيئة ما يصير الأرض كلها بشر لازم فيه كائنات ثانية النباتات وفلسنا منها مرة من المرات أيام الدراسة زرت محمية بالديرة وكان فيها هذا الوشق أو النمر الصغير اللي عيش بالبر هذا آخر واحد بس الباجي وين هم هاجروا ليش يصيدونهم شو اللي استفاده ماهو اللي يأكله أو بس اللي المتعة يعني يصيده ويستغنس أنه ذبح نمر فانتبه لهذه النقطة ولا تثق بأي شخص يعذب الحيوانات هذا حتى لا تسلم عليه من بعيد أو لا تقعد بالمكان اللي هو فيه السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة